السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى انكم تكونوا باحسن الاحوال وبتمام الصحة والعافية يوم شاء الله مع فيديو جديد ووصفة في المتناول غد نحضر معكم اليوم هاد الخبيزة اللي كتجي صراحة لديدة بزاف بعجين اللي كيكون رطب يعني هش والمضاق رائع وكيف العادة كان مغي نقول البنات اللي معي في القناة شكرا على تعليقات ديالكم زوينة وابنات اللي اول مرة يشاهدوا القناة ديالي كنقول لكم ما تنسوش انكم تشوفوا المحتوى للقناة كنتمنى انها وعجبكم وتشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش هكا تبقوا توصلوا دائما بجديد القناة وغدا نبدأ مباشرة بطريقة تحضير هنا عندي الدقيق نصف كاز ديال زيت الزيتون خميرة الخبز الملح والحليب يكون دافئ صفي غدا كما شتو هاد نوضع الزيت مع الدقيق الخميرة الملح والحليب بالنسبة للناس اللي بغاو يضيفوا مع القضية السكر يبقى لي من الاختيار انا ما باش نضيفها ركو كتعرفوا يعني السكر يعني قدم ما القيناة نخفو منه وخشي مرات ما كان قدروش لانا كان نحتاجوا هكا حلويات وهذا ولكن بالنسبة للخبز ما كنش لاش تقيقت مع الخبز يعني ما كنش لاش نضيفوا ذاك السكر نهائيا خصوصا انا الوصفة مالحة وكما كتشوفوا العجينا رها جنت عمزيان يعني التلكات وخاصها تبقى طرية يعني ما تكونش عجينا قاسحة وما تكونش عودت خفيفة بزاف غدا نضهنها بشوية دير الزيت هكا من الفوق باش ما تلصقش لنا في الإناء وما تلصقش في الورق الى مثلا تنفخات غادرت الفيلم أليمونتار ومبعد ما خليت العجينا تخمر غدا ندوز ذا باش نشوف الحشوة هدو هما المكونات اللي غدا نحتاج وضعت المقلة على النار ضفت زيت زيتون والبصل عندي هنا جوج حبات دي البصل يكونوا متوسطين قطعتهم مربعات اللي يكونوا رقاق شي شوية وهذا نضيف الفلفلة إلا كانت عملكم فلفلة ألوان كليكم تستعملوها أنا كانت متوفرة عندي غرهد الفلفلة الحمرة وصف غدا نخلي محتاج داوي دباله شوية بعد ما بداتك الدبال دي البصل مع الفلفلة غدا نزيد الجزر عندي هنا جوج دي الحبات ديول الجزر حكيتهم وقرعة وحدة أو كوسة أو حبة ديال كوسة بحكوك هتاية كذلك غدا نخلطهم مزيان مع بعضهم ركوك تعرفوا بلي هاد الخضرة يعني كد تستبال بسرعة غدا نضيف التوابل اللي هي الفلفل الأسود الملح الزنجبيل الفلفل أحمر الحار هدا فلفلة حمرة حارة وزيت عليهم الكركم وبالنسبة للبنات اللي بغوا يوضعوا يعني الهريسة في بلاسة الفلفلة الحمرة الحارة يمكن ليهم يضيفوا مع القادية الهريسة لأن الصراحة ركو كتعرفوا بلي الهريسة كتواتا مع الطون كتجي معه واعر بالساف صراحة المدق ديالك يجي رائع وصف يخلط تجميع الخضار مع التوابل وهنا كما كتشفوا بلي الخضارة بدأت كالدبال يعني صافيها بطعت غدا نضيف في الأخير الطون هنا عندي ججع البد ديال الطون صفيتهم من ذاك الماء اللي كيكون فيهم ووضعتهم يعني فرت طون شوية وضعتهم مع الخالي ديال الخضر يمكن ليكم تضيفوا المعدنوس أنا ما ضفتوش حتى هو كي يجيز وين صراحة المدنات وصفة كتجي رائعة بزاف واللي كي لدده أكتر وهو ذاك الحار اللي كتوضعه بالنسبة اللي عنده لوليدات يمكن اللي هتفاداه يندرغيه مع القصغيرة ديالهريسة هناكي مشتو خديت المول ورشيت عليه شوية ديال الزيت دبا غدا ندوز نشوف العجينة يعني اللي خمرات غدا نقسمها الثلاثة ديال القطع جوج غدا نستعملهم في الوصفة اللي غدا نحضر معاكم والمتبقي غدا ندير بيه حد الخبيزات صغاري ندير بيهم المربع أو الشوكولة ومدخلهم الفرن وهذا هو العجين اللي خديت يعني خديت جوج حساب جوج ديالكورات ديالعجين اللي كون الحجم ديالهم متساوي وغدا نبسطهم بالمدلك يعني لها ديالشكل تبسطهم ما ترقوهاش بزاف يعني حتى يفوت القياس لأن هذه العجينة هادي مني كان نساوي لها الحشوة نحما كنخليهاش تخمر كنتخمر غير مرة واحدة فقط يعني غير مني كان نعجنها أما المرة الثانية مني كان نوضع فيها الحشوة كان ندخلها مباشرة هنا كما تشوفوا خديت القطعة الأولى فرجتها في المول وهذا نضيف الحشوة ديال الخضر مع الطون وأنا ضفت لها إضافة أخرى الجبن صراحة كيجي متواتي معها بثاف والناس اللي ما عنداش الجبن أكيد يمكن لها تستغنى عليه غير هو كيجي لديد بثاف استعملت الجبن ديال الموزاريلا وصفين بعد ما بسط العجين وضعت الحشوة وهذا نضيف الجبن ديال الموزاريلا اللي كما قلت لكم كيجي تواحد المداق رائع في هذه الوصفة وليم توفر عندكم يعني أي نوعية هكا ديال فرماج ديال صندويتشات ممكن لكم توضعوه وهذا نبسط الكورة الخراء ديال العجين ولاحظوا معي الصمك يعني ما كان نرقوش بثاف وما كان نخليه شغلات مهم كتكون العجينة شوية متوسطة كيما كتلاحظوا غدا نضغط عليها هكا من الجوانب مزيان طريقة رساهلة بثاف ودائما بالنسبة للحشوة مني كتوضعوها في القالب أو أي لاطة عندكم حاولوا ما تقيش لكم الجناب باش مني تبعوت تلصقوا العجين تلقاهو كيفاش تلصقوا حيتي لو وضعتوا الحشوة بزايد في الجناب ما غاداش تلصق لكم العجينة وصافي كيماش تضغط عليها مزيان من الجناب وغنضي لها تقب هديك التقب مهمة بزاف باش هكدك الهواء ما يبقاش لكم من داخل العجينة هنا دهن تب شوية ديال زيت الزيتون اللي كيكون خاص بالطبخ طبعا غنضي لسطح ديالها لأنك مشتو أنا ما ضفتش السكر في العجينة نهائيا هد الزيت هدك يعطي هدك اللوين ذهبي وزدت بعد التقب يعني لأنه بين اللي العجينة باقي الهواء فيها الداخل هنا كنت خلط شوية ديال مع دنوس مع الفرماج الموزاريلا أو الجبن الموزاريلا هدا رشيتو عليها كامل فوق وهدا ندخلها للفرن قلتها الفرن على ميتين دراجة كيجي هدهي الشكل ديالها كيجي عنده واحد لوين زوين يعني بدك زيت الزيتون كيعطيها لون كيكون موحد الصغر قاتش ليال وقت في الزر باش طيب أنا وضعتها في الواسط ودرت الفران الفوق والتحت حتى تحمرات وهد لوين ديال الفرماج كيعطيها واحد لوين مختالف على الخبز العادي الخبز اللي كنديره مع مرة هد الفرماج كيغير كتبان بحال شي طرطة او لا شي بستيلة او لهذا يعني مختالفة تماما وصار حال شكل ديالها كيجي زوين والمضاق ديالها احسن والد ان شاء الله تجربوها لوليداتكم او لا في اي مناسبة عندكم وهنا كما تشوفوه محمرات من تحت ومن الفوق نفس اللون يعني انا كنوريكم هنا الجوانب ديال هاكي بدائرين يعني بلي اللون اللون واحد عندها من جنيبات كاملين كتجي كتشهي والمنظر ديالها رائع يعني مني كتحطوها هاكا فوق فوق طبلة يعني مكتبان بحال شي طرطة لانه درتها في ذاك القالب اللي كيكون هاكا في دكتة ما وجد ما كتجيش بين الحال كل الخبزة العادي اللي كنديروها مع مرة كتبان بحال شي طرطة صراحة كتجي رائعة وكنتمنى فعلا انكم تجربوها وده بغدا انقطع عليكم هاكا من داخل بش شوفوها كيف ها جات وبالنسبة البنات اللي موغوش هاكا مثلا الفرماج انه يجي محمر بهات شكل هذا رح يمكن لكم يعني دخلوها للفرن بلما ترشوا عليها الفرماج وحتى تقرب طيب يعني طيب نص طيبة عادة كترش على ذاك المعد النوس مع الفرماج مي انا بغيت نرشها من لول باش ها بقي يجي ذاك الوين دهبي وكيعطي واحد تغيير ما كيبانش لشنو يعني واش ها بسطيلة او لشي حاجة وده براها بقى سخونة البنات كيما كتشوفو قدرت عليكم وهي مازالة سخونة لاحظوا كيف جات من الداخل يعني كيما تشوفو جات الحشوة باينة والعجينة ما جات من الداخل غليظة كتبان باللي الحشوة غالبة على العجينة لانني كيما قدت لكم خاصتكم في المرحلة اللي تسرحوا فيها العجين وتقعدوها فيها ما تخليوها اشتخمر نهائيا يعني غير تسالي وتدلو فيها ديك توقع بوطرشو لها ديك شوية معد نوس وتدخلوها للفرن مباشرة بدون ما تخليوها لخمسة دقائق والعشرة دقائق يعني ما كينش لها اشتخمر لانها خمرت في المرة الاولى كافية كييجي الشكل ديالها رائع بزاف وكتجيل ديدة في الماداق ديالها يلا عجبتكم على بنات هاد الوصفة ما تنسوش انكم تخلوا لي لايك وتشجعوا القناة ديالي شوية باش نزيد هكا نتشارك معكم اشياء اللي كتكون ناجحة والبنتها كنتقسم معكم وصفات من القلب وهنا غدا يكون سالة الفيديو ديالي كنقول لكم مرحبا بكم عندي وما تنسوش انكم تشتركوا عندي في القناة وانتلقوا ان شاء الله فيديو اخر وصفات اخرى السلام عليكم